أهلا بكم أرجع أقول لكم تاني أنه في حاجات في الطب كتير قوي لم يقدرها الإنسان والشعب العربي بشكل جيد من ضمنها الشخير الشخير من حياة المرضية اللي كانت بتعتبر في التراث شيء طبيعي وكنا حتى لما منفوت في الشوارع وإحنا صغيرين في الثمانينات الكلام دا والله إيه مكتوب مثلا عيادة النوم من التريع بنا وبن بعض ماكنش لسه دخلنا كل الطب بس عيادة الثمانينات هو النوم كمان له عيادة دا مش عارف إيه دا طلعت حاجة مهمة أوي لما دخلنا كل الطب بدأنا نفهم ومع تقدم السنين بقيت دي عيادة أساسية في كل كليات عيادة النوم عيادة أمراض النوم وعلاج أمراض النوم دي مهمة جدا الشخيرة دا ما له تأثير سلب جدا على المجتمع الراجل اللي بيشخر يعني معناها أنه ما فيش أكسجين داخل كويس جدا أثناء النوم لجسمه وبيصحى بصدع فهتلاقيه راح الشوخي مش قادر يركز لسه في الشوخي هو دا الموصف اللي انت بتدخل عليه في بداية اليوم وانت رايح كلك حماس بورقك في أول اليوم ونفسك ورقك يخلص فتلاقيه رد عليك رد مش كويس معلش فت علينا بكرة يا سيد الحمد لله الأمور بتتحسن ومصر الجديد أحلى وأجمل والدنيا ماشية لأن احنا عندنا إدارة قوية فماشية بتحسن وبتقدم كبير لكن دا كان بيحصل زمان وفي التراث جزء منه لسه موجود الحقيقة جزء كبير جزء من الإهمال الصحي للناس اللي من عكس على ساعات أقول إيه الراجل دا محدش يدري بيه فعلاً الراجل اللي انت بتتهمه أنه هو صدع ومش قادر يرد عليك ورد عليك أجريسف ويمكننا احنا شوفنا حادثة قريب حادثة كده تعدي ومرور الكرام على الناس اللي هو ايه واحد داخل مش مش شرط أنا ما بتكلمش على حادثة معينة لكن دا بيتكرر واحد داخل مصلحة كعميل وبتعامل مع خدمة عملة بتاعة المصلحة دي أنا مش أصلي على حاجة معينة عشان ما حدش يزع وحصل الخنائق بينهم ما حدش يفكر ليه بعض الناس بتتخانق من غير ما تعرف بعض آه واحد معادي واحد وبينهم عداوة فتقابله في يوم وتنافس ومش عارف ايه فتخانقه فيه أسباب هم غلطانين آه بس فيه أسباب لكن شيء غريب وعليه علامة تفهم أن إنسان يتخانق مع إنسان ويضربه ويحصل عراق بينهم معركة وهم ما يعرفوش بعض أساساً من خمس ديب الزبط ما يعرفوش بعض ده شيء عجيب جداً فده يخلينا أقول إنه أكيد فيه خلل نفسي ده جزء نفسي والطب النفسي تكلمنا لكن فيه كلام عضوي لو بحثنا في الشكل العضوي هل ده لم كويس يقول لك لا ما نمتش عصير ما نمتش مع ليش يا جماعة أنا كنت متنرفس ما نمتش كويس ما نمتش كويس ليه عشان عندك إعواقف الحجز الأنفي عشان عندك صعوبة في التنفس أثناء النوم عشان عندك شيخير هو ده اللي معصبك أنا عصب فعلاً على طول ده أنا ما بطقش كلمتين على بعض ده ما بيجي حد يكلمني في تلفون بوزعي عايزة في المعاه قد يكون نفسي وقد يكون نفسي وعضوي ما تستهونوش بالعضوية في الموضوع العضوي يعني في الموضوع لأنه هو ممكن يكون سبب مهم جداً 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 للفيديوهات العنيفة اللي احنا بنشوها في العالم كله ما بتكلمش على مصر بس مصر على فكرة من أقل حاجات العنف في العالم ده بره بره في أوروبا وأمريكا ده حاجات عنف خطيرة جداً اللي هو بقى واحد ماشي بسكنة عمالي عور في البنقدمين تمتقول لي ما فيه لا ده ده حدثة ببقى معروف لكن السفاح اللي بيقضل السبعين وبيقضل ستين ده موجود في الجينات الخارجية الحمد لله ما عندناكش الجين ده موجود في مصر خلينا رجع لحوارنا النعرض والممتع مع ضيفي العزيز المبدع ضيفي هو الأستاذ دكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة صاحب دكتوراه الأنف والأذن والحنجرة والعلاج بالليزر من كلية طب جامعة القاهرة وزمالة الجمعية العالمية والأوروبية للشخير والشخير وأمراض النوم والأستاذ الدكتور هشام إبراهيم الكير أهلا بيك يا دكتور هشام إبراهيم أهلا يا دكتور أمن فيك مرضك أنا هسألك سؤال قبل من يدخل الحلقة المريض اللي جايلك عنده بيشتكي من الشخير وطبعاً انت ماشاء الله بيقعد في الأيادة بينتظر شوي بيتعصب مريض الشخير؟ أه طبعاً بيتعصب طبعاً اللي هو الويتنج قاعد بقاله شوية قبل ما يدخل معا دوره هو أساساً من غير أي حاجة متعصب هو أساساً مخنوق هو أساساً ما يعرفش أخد نفسه مش طايق نفسه أقول لحياتك على حاجة أنا اللي متابعيني على اليوتيوب والبيتش عندي أنا جاء قريب جداً هنزل عيان العيان ده قال كم جملة الحقيقة في منتهى الخطورة ومنتهى التأثر قال جملتين بعد ما عملت له العملية وبفكله الدعامة بصيت لقيته بعيط بتعيط ليه قال لي بعيط عشان أنا بقالي 30 سنة تعبان وبقالي 30 سنة زوجتي اللي قاعدة جنبي دي بظلمها بتظلمها في إيه بتعصب عليه بتعصب عليه 30 سنة متعصب على ولادي 30 سنة متعصب على زوجتي العشر تيام الأخرينين اللي بعد ما مناخيري فتحت والهوى دخل جوه حلقي أنا بقيت شخص تاني في العشر تيام دول وبقيت هادي وباعتذر لهم وهعوضهم على السنين اللي هي كان 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 اسلوبي معهم وحش ده الأكتر من كده هو بيعاية بالدموع والله اللي امتابعيني هيشوفوا الفيديو ده قال أنا علاقة بربنا الفترة اللي فاتت كانت سيئة جدا صح ودي حاجة الحقيقة يعني فجأتني يعني حتى الشخير والخنقة وكتمة النفس بتخلي الواحد من كتر ما هو متعصب ما هو ما بدرش يروح يصلي مش قادر يروح يصلي فعلا قال لي أنا هرجع أصلي تاني هرجع أنتزم تاني هصلح ملوش مبرر طبعا بس بس يعني آه بس بس يعني هقول إيه يعني لازم نضع في الاعتبار اللي هعمل دي كله قال هصلح علاقتي مع ربنا تاني الحقيقة يعني أنا فجأت جدا بالجملتين دول فده مصدقا للكلام بتاع حضرتك أن العصبية وعدم النرفاز والنرفازة وعدم النوم والتنشن اللي الشخص يبقى فيه بيأثر على حياته بطريقة غير طبيعية وغير حد يقدر يتخيل الأمريكان لما بيعملوا أفلام بيعملوها بحرفية عالية خصوصا للناس المحترفين هو للأسف على فكرة يعني الناس برضو وازم تفهم أن السينما الأمريكية في أزمة كبيرة جدا من أول 2013 و14 زي المصريين بس بيعملوا برضو زي المصريين زي ما مصري بيطلع حاجات لما روان حامد كده فجأة بيطلع تتبر محسن فجأة يطلع حاجات حلوة في شوية عبقرة موجودين في مصر أه أمريكان برضو عندهم كده يوم لما يعملوا فيلم حلو يعملوا إيه بقى يجيبوا واحد عايزين يجيبوا واحد مثلا بيعاني من مشكلة عقلية نوع من الغباء والبلع لازم يطلعوا عنده مشكلة في التنفس وهو بيتكلم يعني شوف الحرفانة بقى يطلعوا عنده مشكلة كأنه أخنف كأنه مش قادر ويشطلعوا لو بينام يعني ويحد بصحيبها في أفلام يطلعوا بيشكلة عشان يربطوا آه طب آه يربطوا لأ ده هم حريفة أول ملاحظة هيلة هيلة جدا آه جدا في الفكرة دي إن هم يطلعوا البناء آدم أو الست الغبية بيربطوها بكده سأخذ بالحديثك عمرهم ما يربطوا بحاجة زي كده وهو مش متأكد إن فيه ارتباط يعني مش هكبان بيعمل لا ده دول بيدرسوا بالضبط كده بالضبط كده بالضبط كده يطلعوا إيديت يطلعوا بولهاء واحد أبله فيعملوله مورفولوجي شكل مميز جدا تعال بقى نبص للضغط والسكر إعلقتوا بقى بالشخير ضغط والسكر ده ده يعني الأبحاث الحديثة جدا أثبت إن مريض الشخير لازم يتأثر عنده مشاكل كأعراض جانبية للشخير مشاكل في القلب مشاكل في الضغط مشاكل في السكر وإحنا يعني يعني زي ما بنقول إحنا درسنا الحاجات دي وفي الحلقات اللي فاتت وقلنا إزاي إن مريض الشخير الضغط بتاعه يتقص ده الأكتر من كده كمان إن كتير جدا من العينين بعد العملية طبعا اللي هو الشخير اللي هو طيب 1 قصد الهايبر تنشن طيب 1 اللي هو بعد العملية بيجي لي يقول لي حاجتين أول حاجة يقول لي ابتديتها انتظم في ضغط الدم عندي ما بحتاجش إن أنا أخد أدوية خالص وإذا كان ضغط الدم عنده بقاله فترة طويلة وعالي وغير منتظم يبتدي ينتظم مع العلاج مريض الشخير لازم بيعارف إنه هو بيوصل لمرحلة علاج الضغط بتاعه ما بيأثرش مع 100% جي من مضعفات الشخير من مضعفات الشخير على طول الضغط بيأم لخبط وانس إنه هو الشخير انتهى وتعاملت العملية بتاعته الضغط بيبتدي ينتظم يا إمة بينتهي جاب أنا عايز أروح للكمان حاجة مهمة قوي لأنه فيه ناس عندها اعتقاد إنه هعمل عملية الشخير دي هترجع تاني هعمل عملية الشخير هترجع تاني هل ده حقيقي؟ أبدا أبدا ما فيش عملية الشخير بترجع تاني نهائي أبدا ليه؟ لأن فكرة عملية الشخير أولا من صالح الحاجز أنفي عمرك حقيقة سمعت إن واحد مثلا إيده تكسرت واستصلاحت وبعد ما تصلاحت وبقت تمام رجعت اتعوجت تاني إلا لو كسرها تاني إلا لو كسرها تاني أو كانت العملية غلط ها هو بالزبط كده الحاجز الأنفي الحاجز الأنفي لما بيتعمل مظبوط عمره ما يرجع تاني طيب فكرة عمليات الشخير ده إحنا اللي بين قدامنا ده الشيفر وإحنا بنصغر به غضريف الأنف ها طيب عمليات الحلق فكرتها إيه ببساطة جدا عمليات الحلق فكرتها إن إحنا بنعمل تجميل لسقف الحل إن إحنا بنعمل فيبروزس أو تلايف جزء من الحل هذا التلايف عمر ما يرجع مرة تاني عمر بقى نسيجة ترجع مرة تاني حية استحال أو بلاش كلمة ما ترجعش حية عمرها ما ترجع تاني بالإلاستيسيتي أو بالمرونة اللي كانت فيها قبل كده فعشان كده عمليات الشخير ما بترجعش طيب اللسان المتضخن عجاج الحاجز الأنفي كأسباب للشخير اللوزتين المتضخمتين اللحمية كل دي أسباب كل واحدة لها عمليات الشخير تيلورد بالزبط كده شوف حديثك سؤالك مهم جدا وكتير جدا من الناس لما بتجيلي وبنعمل لهم المنظار وعمل لهم الفحص وبص لها عندهم مثلا إما تو ليبلز أو ثري ليبلز من الجراحات سواء كانت في الأنف أو الحل أو منطقة اللسان وتحتيها يسألني سؤال طب يا دكتور ما نعمل الأنف بس ما نعمل الحل بس طبعا لما أقوله إجابتي بتقول إيه استحالة إن العيان يتحسن لو عملنا له جزء من العملية والجزء التاني ما تعملش طب برضو ليه لأن موضوع الشخير عبارة عن عبارة عن أنبوبة فيها تلت سدات لو التلت سدات دول أنا شلت سدتين مش أقول واحدة لو شلت سدتين وفي نقطة في التيوب دي مسدودة عمر بقالهوة هيدخل هيفضل برضو النقطة التالتة سد مجرى التنفس وكأننا ما عملناش حاجة عشان كده الكي والتريك في موضوع الشخير إن إحنا لازم نعمل دياجنوزز كويس جدا تشخيص كويس جدا وكل نقطة موجودة بتعمل سد في مجرى التنفس لازم تزال وتتحسن بنسبة 100% العملية بتعملها؟ مرحلة ولا اتنين ولا تلاتة؟ لا لا مرحلة واحدة فيش عملية شخيرة على مرحلتين وتلاتة أبدا مش حاجة اسمها كده السؤال المهم يعني حتى لو العملية فيها أكتر من لفل حتى لو فيها أكتر من مستوى في الانخلاق طبعا كله بتعمل في مرحلة واحدة مفيش عندنا حاجة اسمها النهاردة عمل لك عملية وبعد 16 عملية تانية طبعا مش هتحسن ومتخيل حضرتك إن في حد عيان نعمله عملية شخير ويقوله بعد 16 نعمل عملية تانية وهو أساسا بعد عملية تقوله ما تحسنش هي عملية؟ طبعا إذا كان العملية أولية ما حسنتنيش هدخل أعمل عملية تانية؟ لا يمكن طبعا مش الفكرة عملية تانية هي فكرة إن إحنا لازم نحسن عيان الشخير غرفة عمليات نفسها الشخير مختلفة عن غرفة العملية التقليدية بتاعة الجرحات ده سؤال حلو بقى يعني ما اسألوش ألا دكتور يعني شوف حضرتك أكيد أكيد وخاصة في آخر عشر سنين تجهيز غرفة عمليات الشخير بيختلف عن تجهيز غرفة عمليات أنفو أزن عموما ويختلف عن تجهيز غرفة العمليات بصفة عامة في أي مستشفى أنا ما بتكلمش في الماديات لكن أنا بتكلم في نوعية الأجهزة اللي موجودة عشان كده عينيك كتير جدا نيجي لولي يا دكتور شام ما تيجي تعملين العملية في مستشفى سين مستشفى عالية جدا وفخمة جدا بس ما ينفعش ليه؟ لأن الأجهزة المتواجدة في حجرة عمليات الجراحات الشخير مختلفة تماما يعني إحنا عندنا مثلا عندنا مناظير كاملة مناظير كاملة عندنا جهاز الريديو فريكنسي الترادور الحراري عندنا جهاز الكوبليشن عندنا جهاز الشيفر عندنا اللوبس اللي بتكبر العمليات الأهم من ده كل الحقيقة التخدير ومناظر التخدير والتكنولوجي والطريقة اللي بنخدر بيها العينين الصعب لأن كل عينين الشخير صعب تخدرهم فأنت محتاج حاجتين محتاج طبيب محترف في شغل الشخير محتاج أجهزة نقدر ننايم بيها عين الشخير سواء كان فيبر أوبتيك سواء كان الحاجات الرجد هو غرفة عمليات الشخير مختلفة تماما حتى المساعد اللي بيساعدني لازم يكون محترف في شغل الشخير حتى الممرضات محترفين في الكلام ده كله البوست أوبراتف اللي ما بعد عملية الشخير اللي هي الريكافوري اللي احنا القوضة اللي بينام فيها ويبتدي لمدة ساعتين تلاتة وبعد كده روح كل حاجة مختلفة كل حاجة مختلفة لما نشوف عين اللي بيعاني من الشخير ده زي ما قلتلكم ده دي حالة مرضية بس بيتسكت عليها سنين زي حاجات كتيرة مثلا يعني عندنا في الطب ناس كتير مثلا اقول لك انا عندي سكر بقالي 30 سنة الضغط بقالي 20 سنة عندي مشكلة في الركبة بقالها 15 سنة الشخير بشكر بقالي 20-30 سنة مصر فيها حاجات دي بقى اتاخد اتاخد فيها مركز اول اول زي ما كده في الجراحة كنا ما نشوف مثلا ضحال كبير اول سموه يجيبش نسبلين لانه ما بيشوفوش في حتة تانية غيره انه طحال يوم كبير اول ناس بسكت عليه كابت مندوزل يمكن شافش في اي حتة تانية ناس سكت على يعني على حالة معينة لغاية لما زادت الصبر على الاشياء مش في الحالة الطبية يا جماعة دي مش مكرمة ده تصرف خطب لازم يتغير طب نسمع كلام الناس ونشوف تعبيراتهم خصوصا بعد فترة طويلة بتكون ازاي حشام محمد عشاد سن 64 سنة كنت معاني من انسداد في الانف بطريقة فضيعة يعني كنت من فترة طويلة حوالي 3-4-5 سنين كده كنت بشتك من انسداد شوية في الانف وبعدين زادت من سنتين كده اكتر فحصل انسداد خالص بقى فبقيت بتنفس من الفم بس وبعدين رحت لكم دكتور يعني كل دكتور كان ليه تشخيص معين يعني كنت عايزة عمل عملية فقالولي لا مش هتنفع العملية عشان السن السن كان كبير 64 سنة هنا السن هل هو عائق عمام هذه نوعية من الجراحات حاجة تانية طبعا سؤال مهم قوي هل الكوبليشن راديو فريقونسي الناس بتعتبره او فاهمين ان هو نوع من الجراحة ولا لسه بيعتقدوا ان ده شيء غير الجراحة سؤالين في المنتهى الامية اولا السن سؤال متكرر والحقيقة بيجيلي ناس كتير جدا وبزعل جدا لما يجيلي حد يقول يعني اتقلي ان السن عائق يعني ايه كلمة السن عائق يعني واحد عنده 75 سنة وبيموت وما بيتنفسش وما بينامش ايه المشكلة ان انا هعمل له عملية ده even حتى لو هو عنده مشكلة صحية in approval ان هو ما ينخلش قط العمليات نهاردة بتعمله بالبنج الموضعي يا سيدي نحسنه 50% يعرف ينام يعرف يعني يكمل بقية ايام حياته in peace فطبعا السن الحقيقة من day one لغاية دي يعني النهاية ما عندناش حاجة اسمها احنا جبنا حالات كتير جدا عملنا حالات كتير جدا لغاية 77 سنة و 78 سنة عملية شخير كاملة باللوز بسقف الحل بالحجز الانفي والعين بيتحسن وكلها documentado على اليوتيوب دي حاجة سؤال حالاتك التاني اللي هو الكوبليشن والريديو فريكنسي هل بيعتبروا من الجراحات سؤال مهم جدا بتسقله يومين هو يا دكتور ريشام هتعمل العملية بالجراحة ولا بالليزر حقيقة الليزر والكوبليشن ده جراحة ما هو بالظبط كده هتعمل العملية بالجراحة ولا بالكوبليشن الحقيقة البرنامج بتاع حالاتك احنا بنرفع فيه الثقافة الطبية بطريقة يعني سريعة جدا الحقيقة فبكرر من المرة المليون ان التولز اللي احنا بنشتغل بيها اللي هو سواء كوبليشن سواء ريديو فريكنسي سواء ليزر كل دي أجهزة بنشتغل بيها شغل الجراحة دي بالظبط بديل المشرت هو ده هو ده اللي انا عايز أوصله للناس المشرت كان بيقطع ودم والطريقة قديمة لكن النهاردة بنستبدله بطرق حديثة زي الكوبليشن زي ريديو فريكنسي بيقطع بدون دم بيقطع بدون حرارة بيقطع وبيلحم في نفس الوقت مفيش نزيف مفيش قلم كل يوم النهاردة بيحصل بيطلع حاجة جديدة لكن هي كلها تولز وأدوات عمليات بأجهزة جراحية هي كل الهدف دلوقتي في التكنولوجيا في العالم الجراحي هو استبدال يعني أدور على حاجة غير المشرت أقطع بحاجة غير المشرت وغير الأزميل في العظم أدور على شيء يخفف الدمج اللي بيحدثه الحالات الحادة ولأن كل حاجة لها حاجة يعني ما زال المشرت هيفضل طول عمره موجود المشرت ده أداة جراحية مهمة جدا 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 هنسمع بعد المريض وبيكمل حكايته لكن كالعادة الحوار معك ممتع ولا أريد أن ينتهي أشكرك يا دكتور أيمن حبيبي أشكرك شكرا جزيلا على زيارتك الجميلة ضيف العزيز المبدأ دائما لأستاذ دكتور هشام إبراهيم استشاري الأنفو الأزم والحنجرة واستشاري العلاق بالليزر وصاحب زمالة الجامعية العالمية والأوروبية للشغير وأبراد النوم ولأستاذ الزائر من المستشفى رويل كير بالخارثوم كان ضيفي في واحدة من حلقاته الرقية جدا في عالم مسير الأنفو الأزم والحنجرة يظل عالم أسير مليء بالأسرار حتى على أهل الطب هذا البرانش كان ولا يزال غرفة ذهبية مغلقة ينظر إليها المتخصصون الآخرون بمزيد من الإعجاب وخصوصا أن كل حالات الأنفو الأزم والحنجرة بترتبط الطبات وصيغ بفروع الطب الأخرى حدس ولا حرك ففي البطنة نحن في السكر وفي الضغط وفي اضطرابات القلب وفي الأزمات القلبية ننظر أيضا إلى الشخير في الشست في الصدرية التهاب المزمن وعزمة السد ينظروا إلى الحاجز الأنفي وبردو ينظروا إلى الشخير التأثر النوم والمشاكل النوم والناس بتوع المخ والعصاب ومش عارف إيه ينظروا للشخير الأنفو والأزم ما أجمل هذا البرانج وما أكثر أصحابه حظا خليكوا دايما مع دكتور ترجمة نانسي قنقر